لم تمضي ثلاثة أجام على القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع النظام في محيط العاصمة دمشق حتى عادت الطائرة الإسرائيلية تدك مواقع النظام في المنطقة نفسها مخلفة أضرار مادية كبيرة وفق ما رشح عن تلك الغارات في التفاصيل تقول وكالة سان التابعة للنظام إن الطائرات الإسرائيلية نفذت هجوما جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفة إحدى النقاط في ريف دمشق بمنطقة زاكيا ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية مصادر محلية قالت إن القصف الإسرائيلي استهدف مراكز للبليشات الإيرانية وأسلحة متطورة تابعة لحزب الله ووكلاء إيرانيين آخرين مصيعة من دائرة الهجمات الإسرائيلية التي تركزت تفترات طويلة على مواقع الميليشات شمال شرق سوريا الهجمات الإسرائيلية تأتي بعد أيام من لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذكرت مسائل إعلام إسرائيلية أن بوتين أعطى الضوء الأخضر للجيش الإسرائيلي للاستمرار بتنفيذ هجماته في سوريا ضمن خطة التصدي للتمدد الإيراني وهو ما أكدته صحيفة يدعو تحرانوت الأبرية التي أكدت أن إضعاف النفوذ الإيراني في سوريا هو مصلحة مشتركة بين موسكو وتل أبيب وما زال القصف الإسرائيلي مصحوبا بتصريحات من كبار المسؤولين بشأن مواصلته محاربة وجود والتموضع الإيراني في سوريا وهو ما يرجح احتمالية استمراره على المواقع العسكرية فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه انقصف في سبيل ذلك خمسين موقعا خلال العام الماضي لتقويض النفوذ الإيراني في سوريا ومنعه من القدرة على إزعاج إسرائيل وهنا على ما يبدو أنه لا نهاية لسلسلة الضربة اشتركوا في القناة